دايما الناس بتربط ما بين التحسن النمو والتطور الاقتصادي وما بين المضالة الاجتماعية أو الحماية الاجتماعية يعني الدولة اللي تقدر تعمل التوازن ما بين الملفين دول يعني يشار لها بالبناء فالحمد لله إحنا بدأنا ناخد خطوات جدة سواء في هذا الملف أو ذاك ومشيين برضو بطريقة فيها نوع من الحكمة الحامد لله يعني فازاي حضرتك بترصد التطور على المستوى الاقتصادي سيما بعد برنامج الاصلاح الاقتصادي وما بين ما يحدث في إطار الشبكة والحماية الاجتماعية والله يشوف يعني ديت سيد الشام نقطة مهمة جدا في ملف الاصلاح الاقتصادي بشكل عام لأنه زاك أشرت أنت كدولة مصرية بتخوض عملية اصلاح اقتصادي جاد وطويلة للأمد منذ 2016 وهذه العملية بالضرورة يعني بتؤدي إلى أنه بعض فئات المجتمع يتأثروا بيها وديبقى هنا التحدي الحقيقي أمام الدولة هي قدرتها على أن توفر شبكات حماية اجتماعية حقيقية لهذه الفئات وأعتقد أنه الدكتور مصرفها ودبولي وهو بيلقي كلمة السيد الرئيس أمام الأمم المتحدة أشار إلى ده بشكل واضح وصريح وأشار إلى نقطتين على وجه الخصوص النقطة الأولى أنه ده كله جه في إطار حاجة اسمها وباء كورونا فضرب التحدي في اتنين أصبحت أمام تحدي مضاعف مصدوك ولذلك أصبح التحدي هو أنك أنت كورونا خلتك أو تختبر أصبحت تختبر قدرتك كدولة على أن تتخذ قرارات سريعة وفعالة لحماية الناس ونمر اتنين تختبر أيضا قدرتك على أنك أنت تعزز من قوة شبكاتك الاجتماعية لحماية الناس أو لحماية الملايين من المواطنين الفقراء وأظن أن ده يعني يعني ضروة هذه الشبكات أو الشبكات العمال الاجتماعية كان موضوع حياة كريمة أو مبادرة حياة كريمة لأنه يعني نصور أنك أصبحت مشروع بقى خلاص يعني لم تعود مبادرة ولكن أصبحت مشروع قائمة مبادرة تحوالي مشروع كبير لكن هي الضروة اللي ممكن دائما تلجأ إليها وتضرب بها المثل لأنه تصور دولة بتخوض أو بتقوم بعملية إصلاح اقتصادي من 2016 ودولة بتواجه وباء كورونا شأنها شأن الدول الأخرى ودولة في هذا التوقيت نفسه قادرة على أن تقدم مشروع بهذا الحجم هدفه في النهاية أنك أنت تغير من حياة 58 مليون مواطن يسكنون الريف والأقالين فطبعا هناك شبكات حماية أو مشروعات أو مبادرات حماية اجتماعية سأعلى سابقها بكثير على موضوع حياة كريمة يعني أذكر مثلا مشروع نور حياة اللي أفلك في العاصمة الإدارية من سنة أو ثلاثة وذلك نتصور أنه من بين مثلا العناصر اللي فيه أنه هو إجراء كشف طبي كامل على عيون جميع الطلاب أو تلاميذ المرحلة الابتدائية نمرأ اتنين توزيع أو توفير مليون نضارة لإضعاف البصر من هؤلاء التلاميذ فلما الدولة المصرية تبقى دخلة في مشروعات بهذا الحجم أعتقد أن هي تبقى مدركة أنه هي وتعمل الإصلاح الاقتصادي وهي بتواجه الكورونا عليها ألا تنسى أن هناك فئات في المجتمع يحتاجون إلى شبكات رعاية أو حماية اجتماعية وأنها مدعوة إلى أنها توفر لهم هذه الحماية وأعتقد أنه اللي يستعرض هذه المبادرات اللي أطلقت على مدى السنوات الماضية هيجد أن الدولة المصرية استطعت بالفعل أنها يتوفر ما يجب أو القدر المعقول من الحماية الاجتماعية نعم نعم